على وقع البيان غير المألوف الذي أصدره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والذي أعلن فيه مهاجمة أهداف في قرية عقرب جنوب شرق دمشق سارع أول المصرحين عن مسؤولية إسرائيل رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى وضع الاعتداء في سياق أحباط ما سماه هجوما مخططا له من قبل جهات إيرانية فاتحا الباب بذلك أمام سائر الوزراء للتنافس على إطلاق المواقف والتصريحات العملية وجهت لضرب رأس الأفعى وقلع أسنانها رأس الأفعى هو إيران وأسنانها السامة هي سليماني وقوة القدس الهجوم هدف لمنع هجوم وتمرير رسالة توجد هنا معركة ضد إيران التي تعمل من سوريا بصورة مباشرة نحن نضرب قبل كل شيء رأس الأفعى هذه العملية هدفت لتمرير رسالة واضحة لإيران ولكل المنطقة بأنه ليس لإيران وأذرعها أي حصانة خروج نتنياهو عن سياسة الغمود أثار انتقادات زعماء المعارضة وأسئلة الخبراء والمعلقين رئيس الحكومة السابق إهود باراك هجم نتنياهو على ما وصفه بالثرثرة المباشرة بعد الهجوم في سوريا وضع هذه الثرثرة في خانة توظيف السياسي الداخلي في المقابل رأى معلقون أن قرار إسرائيل شن الهجوم والأعلان عنه يبعثان برسالة إلى الإيرانيين حيال الفصول المقبلة المتوقعة في المواجهة الإقليمية ومن أجل ردعهم عن محاولات كهذه في المستقبل غير أن السؤال الأكثر حضورا في المحافل السياسية والعسكرية والذي تنقلته الأوساط الأعلامية يتعلق بتقديرات الرد على الاعتداء طبيعته وتوقيته في ظل اتفاق المعلقين على القول إنه واستنادا إلى تجارب السنوات الأخيرة من أحداث مشابهة فأن الرد حتمي وساحاته المفترضة متعددة فيما توقيته في دائرة السؤال المثير للقلق الإسرائيلي قلق انعكس في رفع الجوزية لدى الجيش الإسرائيلي واتخاذه سلسلة من الإجراءات الوقائية والدفاعية وفي مواقف الوزراء التصعدية والتحذيرية